اهلا بكم طلاب الصف الاول الاعدادة مع حل تدريبات الفصل الاول بطولة مبكرة من قصة عجبة من نافع من كتاب الادواء بصفحة 266 و 267 من كتاب الادواء بيقول تخير الصواب مما بين القوسين مؤلف كتاب عقبة بن نافع هو وطبعا جيب لي مجموعة كتاب يوسف السباعي العقاد وطا حسين الرافع وزيات على الجنبلات وعبد المنعم قنديل طبعا عيب ان انا نكون بان اخذ قصة اه في اي مرحلة من مراحل ومش عارف مؤلف القصة طبعا مؤلف القصة بتاعتنا عقبة بن نافع الوستاذين على الجنبلات وعبد المنعم ايه جنديل طبعا دي معلومة لابد تكون مؤكدة في في زهني فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وكان عمره عقبة اه تسع تسع سنوات اه لكن هو هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ميلاد عقبة بسنة واحدة طبعا سنة وتمانية باقي يوم الفتح تسع سنوات انتصر عمره بن العاص على الروم في افريقيا والشام ولا الشام ومصر ولا الحبشة والشام ولا العراق طبعا هنقول الشام ومصر وطبعا اه الشام هو الامتحان الاول الذي اشترك فيه عقبة وفتح مصر هو الامتحان الثاني الذي شارك فيه عقبة أحب عقبة أن يكون بطلا من أبطال المبارزة المبارزة ويشارك مع المسلمين في القتال فكان من أبطال المبارزة نشأ عقبة في البيئة التي لا ينشى فيها إلا الرجال الأقوية طبعا البيئة الصحراوية هي بيئة ينشى فيها الرجال أشداء أقوياء يتحملون صعوبة الحياة ولد عقبة من نافع في مكة ولد في مكة أصبح عقبة في مقدمة الجيش المسلمين ولم تبلغ سنه العشرين يعني عقبة شارك في فتح الشام ولم يتجاوز أو لم يبلغ العشرين عاما ناخد بعد كده السؤال الثاني ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة قطأ أمام العبارة غير الصحيحة ولد عقبة بعد الهجرة بعام واحد طبعا قطأ هو ولد قبل الهجرة بعام واحد يعني قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعام واحد وكان يوم فتح مكة أو عند فتح مكة كان عنده تسع سنوات نشأ عقبة في بيئة حضرية طبعا قطأ هي بيئة صحراوية بيئة صحراوية كانت سنة القرابة هي الدفع الذي لدى عمر لاختيار عقبة لفتح الشام ومصر وطبعا لبارة خطأ وطبعا بسبب مهارته الحربية مهارته الحربية وعبقرية وليس بسبب سنة القراب أبلى عقبة في فتح الشام بلاء حسنا لبارة صحيحة نافع ابن عبد القيس الفهري أحد أشرف مكة وأبطالها المعددين نعم هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليتحاشى أذى المشركين نعم كان جيش المسلمين في فتح مصر كبيرا طبعا يعني كان جيش ليس بالكبير لأنه كان حوالي أربع تلاف يبقى ممكن لمشيه عبارة عبارة صحيحة لقل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وكان عقبة في الحادية عشر من عمره طبعا لبارة خطأ كان عمره عمره تسع سنوات أظر عقبة تفوقا ملحوظا في ساحات القتال لإيمانه بالله وحب للجهاد في سبيله طبعا العبارة صحيحة قاد عقبة جيش المسلمين في فتح مصر وهو لم يبلغ الثانية عشر من عمره طبعا العبارة خطأ ولم يكن قائد جيش المسلمين في فتح مصر ولكنه كان مشاركا في أوائل أو في مقدمة جيش المسلمين في الشام وفي مصر ولم يكن قائدا أعقى عمره بن العاص عقبة في إجباع رغبات في الجهاد لا دا أجبع عمره بن العاص طبعا العبارة خطأ أجبع عمره بن العاص رغبة عقبة في الجهاد وكان يشركه مع الأبطال المسلمين في المبارزة وفنون القتال ناخد صفحة 267 يقول لك من أكون أحد الأبطال مكة المعدودين وسمى ابن عقبة يمنا بهذا الاسم طبعا نقول نافع ابن عبد القيس الفهري كان في التسعة من عمره حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عقبة بن نافع عقبة بن نافع أكمل العبارات التالية أول عمل عسكري شارك فيه عقبة هو أركز بجب دية أول عمل عسكري عشان إن شاء الله هناخد بعد كده أول عمل قيادي يبقى فرق بين عمل عسكري وفرق بين عمل قيادي أول عمل عسكري شارك فيه عقبة هو فتح فتح بلاد الشام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد ملاة عقبة بعام واحد أو بسنة واحدة الذي دفع عمر بن العاص لاختيار عقبة لفتح الشام ومصر هو مهارته وكفاءته الحربية وليس قرابته ولد عقبة فيه مجتمع يعتز به القوة والفتوة والشجاعة ولا يعترف إلا بالفرسان الأقوياء فتح مكة فتح الشام أظهر عقبة مهارة فيه القتال والمبارزة القتال والمبارزة أسند الخليفة عمر بن العاص فتح الشام إلى عمر بن العاص إلى القائد طبعا نحن نلاحظ أن عمر بن العاص يلقب بيئة الفاتح العربي عقبة بن نافع يلقب بفاتح إفريقية بعد كده السؤال أجب عن الأسئلة الآتية في أي بيئة وعلى أي أرض نشأ عقبة طبعا نقول في بيئة صحراوية قاسية نشأ عقبة في بيئة صحراوية هذه البيئة تجعل الرجال ينشأ فيها الرجال أشداء أقوياء وضح دور عمر بن العاص في تربية عقبة تربية نضالية طبعا نحن نقول كده كان عمر بن العاص يلتقي بعقبة وكان يقص عليه قصص الأبطال المسلمين وكان يشركه في فنون المبارزة مع الشباب المسلمين أو كان يأخذه يتدرب على القتال مع الشباب المسلمين لماذا سمي عقبة بهذا الاسم تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد كبير من فرسان قريش الأقوياء تيمنا بهذا الاسم الذي يطلق على عدد كبير من فرسان قريش الأقوياء لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لسببين السبب الأول ليتحاشي أذى المشركين لينشر الإسلام في بقعة جديدة من شبه الجزيرة العربية ليتحاشي أذى المشركين ولينشر الإسلام في بقعة جديدة من شبه الجزيرة العربية ما أول كلمات طرقت سمع عقبة هو صغير الإسلام والجهاد والفتح ولماذا لأن والده كان من السابقين الأولين في الإسلام وكانت هذه الكلمات تتردد على شفتيه وكان عقبة يسمع هذه الكلمات ولا يعي يعني يفهم معناها ولم يفهم معناها إلا عندما بلغ مرحلة الشباع ما الذي دفع عمر بن العاص لاختيار عقبة لفتح الشم ومصر مهارته وكفاءته الحربية كيف تتعامل مع من أساء إليك وأنت تملك القدر على الرد أتعامل معه برفق ولين وأسامحه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء أسمرت تربية عقبة لتربية عمر العقبة سمرات المرجوع في فتح الشم ومصر طبعا أنه أبلع عقبة أبلع عقبة في فتح الشام ومصر مهارة فائقة مهارة فائقة وأبلع بلاء حسنا مما جعل المسلمون يقرون له بالكفاءة والمقدرة وكانت اشتراك عقبة فتح الشم ومصر وبمسابة شهادة ميلاد العقبة ققائد مقواد المسلمين جعل الخلفاء بعد ذلك يسندون له القيادة وهم مطمئنون تحدث عن موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع خصوم يوم فتح مكة على أي شيء يدل طبعا تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وده يدل على سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دين سماحة وليس دين دين كره حيث أن الرسول يعني سامح أهل مكة وعفى عنهم أشكركم وأتمنى لكم انتقال